قرر البرلمان الأوكراني اعتبار الانتخابات الروسية في شبه جزيرة القرم المحتلة وكل أعضاء مجلس الدوم الروسي غير شرعيين القرار الذي تم اتخاذه اليوم بموافقة 264 نائبا يؤكد على عدم الاعتراف بأعمال وقرارات الهيئة الروسية المنتخبة حديثا واعتبر البرلمان الأوكراني عملية التصويت في شبه جزيرة القرم بأنها مخالفة للدستور ولقواني أوكرانيا وكذلك لمبادئ وقواعد القانون الدولي الأساسية كما نشد النواب مجلس الأمن والأمم المتحدة والبرلمانات والجمعيات والمنظمات الدولية عدم الاعتراف بالانتخابات الروسية التي جرت في الثامن عشر من سبتمبر أيلول الجاري أوكرانيا ستقدم في هذا الإطار لشركائها الدوليين قائمة الأشخاص المشاركين في تنظيم ما يسمى بالانتخابات في شبه الجزيرة لتضاف أسماؤهم إلى قوائم العقوبات المسألة لا تتعلق بالشخصيات السياسية التي تم اختيارها في القرم فقط ولكنها تتعلق بنسب المشاركة في القوائم الحزبية وفي واقع الأمر تم التصويت للقوائم الحزبية في الأراضي المحتلة ولذلك فإن الهيكل الكامل لمجلس الدومة لا يمكن أن يكون مشروعا ومعترفا به عالميا أوكرانيا في هذه العملية أخذت موقفا استباقيا نحن نراقب باهتمام رد الفال من شركائنا الأوروبيين والدوليين حول انتخابات مجلس الدومة ومما يثير القلق هو عندما تقول الدول الأخرى أنها لا تعترف بالانتخابات في شبه جزيرة القرم ولكن لم تتم الإشارة إلى عدم الاعتراف بانتخابات مجلس الدومة ككل فمن المهم أن يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار التزوير لم يتم فقط في أربع مناطق بشبه جزيرة القرم المحتلة بل في جميع القوائم هناك مليونان من مواطني أوكرانيا وبسبب احتلال شبه جزيرة القرم ضموا إلى تلك القوائم بالقوة